بمناسبة اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم والموافق للحادي عشر من فبري نظمت جامعة هواري بومديا للعلوم والتكنولوجيا ملتقا علمي احتفاءا بهذا اليوم شيراس بنغريش حضرت الملتقى وعادت بالتقرير التالي استطاعت المرأة أن تلعب دورا فعالا في المجال العلمي خاصة وأن الجزائر تحتل المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد النساء اللواتي دخلنا مجال العلوم ويقمنا ببحوث غلمية تمثل جامعة هواري بومديا للعلوم والتكنولوجيا نموذجا حيا يبرز هذا التقدم الذي تعرفه المرأة من هنا جاء إحياء اليوم العالمي للمرأة والفتاة في المجال العلوم المصادف للحادي عشر من فبري من كل سنة إذا قررنا على المستوى العالمي عدد الباحثين النساء يعني الموين هو 33% على المستوى العالمي 33% من النساء في البحث العلمي الجزائر في المرتبة الرابعة من عدد الباحثات الجزائريات مقارنة مع الرجال اليوم 11 فبري وأول مرة جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بودين يعني تقدم هذا اليوم يوم العالمي للمرأة والبنت في ميدان العلم والبحث اللقاء جمع عددا من النساء والفتيات الباحثات اللواتي كان لهم مساهمات قيمة في المجال العلمي والتكنولوجي اللقاء للمرأة والتكنولوجيا في نفس المنشاكة ساعدت لها من المنشف ومن المنشف ساعدت لها المنشف يمكن أن يتربع تلك الأن يمكن ان تربط بكل أشخاص أو الكنجارة التي ستبع ستبعون بأنها مجعور ستبعون بأنها مجعورة وأنا مجعورة كثيرة بأنها تكون مجعورة محور عدة تماماقشتها خلال اللقاء لعل أهمها قيمة المرأة والفتاة العلمية في مواجهة التحديات في المجال الاجتماعي والثقافي المسعى قائم لتشجيع المرأة والفتاة للتمييز أكثر في ميدان البحث العلمي وفتح أفق جديدة لتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات العلمية